أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا موراة كآيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لون كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا وينههم الأمل فسوف يعلمون وما أحلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذين نزل عليه الذكر إنك لمجنون لما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما نزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منزرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولا قد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد اجعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفيظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددئناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء ممزون واجعلنا لكم فيها معيش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائن هم ما نزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا كموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحي ونميت ونحن الوارثون ولا قد علمنا المستقدمين منكم ولا قد علمنا المستأخيرين وإن ربك ويحشرهم إنه حكيم عليم ولا قد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجن خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلاقئته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال ربي فأنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من الموذرين إلى يوم الوقت المعلوم قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغابين وإن جهنم لمن وعيدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ودخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إحوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إيبئراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن أمسني الكبر ثم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قالوا من يقنط من رحمة ربي إلا الظلون قال فما خاطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إنا آل لوط إنا لم نجوهم أجمعين إلا مرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وآتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبئشيرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سك أورتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة المشرقين فجعلناها عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولا قد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين ثم أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلاقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفحا جميل إن ربك هو الأحلاق العليم ولا قد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفيض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النثير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين أما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعريض عن المشركين إنا كفيناك المشتهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولا قاد أن علم أنك يضيق صادرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجينوا سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع منها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا ببالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والحيل والبغال والحمير والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله فصت السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين والذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيبون يميت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب من كل الثمرات إن في ذلك الآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك الآية لقوم يتذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقوا في الأرض رواسعا تميد بكم وأنحارا صبلا لعلكم تهتدون وعلامات بالنجمهم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحسوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أواة غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون أيان يبعثون إلهكم إله واحد والذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما تسرون وما يعنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كلمة يوم القيامة كاملة يوم القيامة من أوزار الذين يدلونهم بغير علم ألا ساء ما يزيرون قد أماكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الحزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفوسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء فلا إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبوام جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين مقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولا دار الآخرة خير ولا نعم دار المتقين جنات عادين يدخلونها تاجئري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجئز الله المتقين الذين تتفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ودخلوا الجنة ما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم ما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفوسهم يظلمون فعصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبادنا من دونه من شيء إن نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسول إلا البلاغ المبين ولا قاد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجئتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله منهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل ما لهم من ناصرين وقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن كثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أرادئناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لا نبو أنهم في الدنيا حسنة ولا آجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجال النوحي إليهم فاسألوا أحلى الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نجزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأوا يتفيأوا ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من شوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإيايا فارهبون وله ما في السماوات والأرض والهدين واصبا فغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم مشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسنفتعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزاقناهم تالله لتسألون عما كنتم تفترون ويجعلون الله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنفى ظل وجهه مسودا وهو كظيم أتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل الساو ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو آخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتاصف ألسنتهم الكذيب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهم وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبينه لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك الآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرق ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين من ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك الآية لقوم يعقلون وأحاربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فسلك سبل ربيك ذلولا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك الآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتفاكم ومنكم من يرد إلى أرثل العمر لكي لا لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق ما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سوا أفبنعمة الله يجحدون والله جعال لكم من أنفسكم أزواجا وجعال لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعمدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجحرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستويه ومن يأمر من العادل وهو على صراط مستقيم ولله غيم السماوات والأرض ما أمر الساعة إلا كلمح الباصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعال لكم السمع والأبصار والأفعيدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون والله جعال لكم من بيوتكم سكنا وجعال لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم زعانكم ويوم إقامتكم من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعال لكم مما خلق ظلالا وجعال لكم من الجبال أكنانا وجعال لكم سرابيلا تقيكم الحر وسرابيلا تقيكم بأسكم كثان كي يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويومن بعثوا من كل أمة شهيدا ثم لا يؤفنوا للذين كفروا ولا هم يستعتابون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخففوا عنهم ولا هم ينزرون وإذا رأى الذين شركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يوم إذن السلام وظل عنهم ما كانوا يفترون والله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زيدئناهم عذابا فوق العذاب ما كانوا يفسدون ويومن بعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفوسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعادل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والباغء يعزكم لعلكم تذكرون وأنفوا بأحد الله إذ عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقاد جعلتم الله عليكم كفيلة إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقاضت غزأ لها من بعد قوة أنكاثا تتخيثون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربا من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينه وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولو تسألن عما كنتم تعملون وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَازِلَّا قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُ السُّءٍ مَا صَدَتْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَّابٌ عَظِيمٌ وَلَا تَشْتَرُوا بِأَحْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ وَخَيُرُ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُوا مَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقُ وَلَنَا جِئْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا آجِرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة ولنجئزينهم أجورهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم من ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك من الحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولا قادئن علم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتر الكذيب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صادرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك الذين هاجروا من بعد ما فوتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة موطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والحوف بما كانوا يصنعون ولا قاد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزاقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن يضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن يضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يصلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل ما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك الذين عملوا سوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قائمة لله حنيفة ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه إجئتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين كما أوحينا إليك إن التبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين إنما جعل السابت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أدعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعزات الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمحتدين وإن عاقبتم فعاقبون بمثأل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين واصبر ما صابرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكفي ضيق مما يمكورون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم